اهلا بكم الجديد تحصى مغاربية تشهد جزائر نقصا حادا في بعض الأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة ما دفع الرئيس عبد المجيد تبون إلى مطالبة المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية لفتح تحقيقات حول هذه القضية من جانبها أكدت نقابة الصيادلة أنها في اتصال دائم مع وزارة الصناعات الصيدلانية لإعادة التوازن لسوق الدواء بدوريا حذرت نقابة ممارسي الصحة العمومية من تأثيرات ندرة الأدوية على صحة أصحاب الأمراض المزمنة أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن فتح المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية لتحقيقات حول ندرة بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة واتهم جهات وصفها باللبيات بالوقوف وراء الظاهرة نقص حد في عدد من الأدوية تشهده الصيدليات في الجزائر حيث تم إحصاء أربعين اسما علميا وأكثر من ثلاثمائة اسم تجاري لأدوية غائبة عن السوق نقابة الصيادلة الخواص أكدت أنها في اتصال دائم مع وزارة الصناعات الصيدلانية عبر المرصد الوطني للأدوية لمتابعة وفرتها في السوق كما رحبت بالتحقيقات التي فتحتها المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية هناك منصة رقمية قامت بها وزارة الصناعات الصيدلانية لصالح الصيدلية يبلغوا في حالة ندرة وفي حالة تذبذب ولا الضغط على الأدوية يبلغوا فآنيا نحن هذه العملية التفتيشية ستساعدنا نعرف الأسباب وبمعرفة الأسباب سيكون هناك توصيات لترد السوق الوطني للأدوية ترد التوازن تاو ونحد كثير من هذا الندرة وحذرت نقابة ممارسية الصحة العمومية من خطر انقطاع الأدوية عن أصحاب الأمراض المزمنة وما يمكن أن تسببه من مضاعفات صحية ندرة الأدوية والانقطاع في توفرها من بين الشيء السلبي فيها وأنها لا توفر فرص العلاج للمرضى لأن البروتوكولات الصحية والعلاجية هي بروتوكولات تستند تبنى على توفير أدوية خاصة بالنسبة للناس اللي يعانيهم من أمراض مزمنة يعني نعرف أن الأمراض المزمنة يعني من بين تعقيدتها وانقطاع يعني انقطاع للعلاج والتوقف على العلاج وهذا يعقد الوضع الصحية للمريض وفي الوقت الذي أمر فيه الرئيس عبد المجيد تبون بالاستيراد الفوري لعدد من الأدوية أعلنت الصيدلية المركزية للمستشفيات عن تخصيص 12 مليار دينار جزائري لاستيراد الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة بعشرين مرضا نادرا في الجزائر حسن جزيري قناة الغد الجزائر من الجزائر ينضم إلينا الدكتور محمد بقاطب كان رئيس وعمادة الأطباء الجزائريين دكتور أهلا بك على شاشة الغد بداية ما سبب ندرة دواء المرضى الذين هم مرضى بأمراض مزمنة برأيك في الجزائر ما السبب؟ هي في الواقع في الجزائر اليوم كالنوع من التدبدب كما ظهر في الدوكومنتير بأنه راجع إلى عدة مشاكل منها أولا التوزيع التوزيع الذي يخضع إلى الطرق متعددة هناك البيع من الجملة هناك المستورد إلى الصيدلاء إلى المستشفيات وكذلك كان بعض اللوبيات التي ضغطت حقيقة على استيراد الأدوية منها بعض المخابر التي اخذت بعض القرارات يعني لتبقى وحدها في السوق إذن هذا راجع إلى أنه هناك نوع من الانقطاع خاصة في الأمراض المزمنة للمرضى لازم يتناولوا الأدوية أن تعوم بدون انقطاع وكذلك هذا الشيء هذا رهيو عالد شيء فشيا ما ما يكون الأمر جميع المتعاملين وخاصة الدولة منها الحكومة وسيد رئيس الجمهورية يعطوا بعض النصايح وكذلك هناك المراقبة اللوجين المراقبة ماشية في الوقت الحالي طيب هل استنفذت بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة في الفترة كورونا الجائحة نرى أن بعض الأمراض ربما تستخدم نفس البروتوكول علاج كورونا هي للأمراض المزمنة برأيك وهل هذه الأزمة برأيك ستتداركها الحكومة ووزارة الصحة في الجزائر لا هي في الواقع الأدوية أن تعكرونا عندها خاصة يعني الأدوية حتى هي للأعراض ولكن نتكلم عن الأمراض المزمنة مثلا كالداء السكري ويظهر مؤخرا بأن هناك مخبر عالمي لينتج الأنسولين يعني ما وفاش بتعاون كما هو في بعض العقود مع متعاملين جزائريين إذن هذا راجع للتوزيع الاستيراد والتوزيع لأن التوزيع هناك في الجزائر عندنا البائعين بالجملة لجروسيستوري بالنسبة للأدوية إذن من الاستيراد إلى الناس اللي عندهم لجروسيست إلى الصيدلة كان هناك تدبدب وكذلك هناك وزارة الصيدلة لأن لنا وزارة الصيدلة هي دخلت في بعض القوانين لتحدد المسؤوليات وهذا راجع لأن ردود الفعل انتع هذه اللوبيات كان غير منطقي وغير إيجابي بالنسبة لوضوحة الطرق لبيع والتسويق الأدوية إذن هذا الإشكال هذا اللي عندنا هو خاص ببعض الأمراض وخاصة الأمراض سرطان والأمراض المزمنة منها التنفسية والداء السكري ولكنناه في طريق العلاج شكرا جزيلا لك دكتور محمد بقاط بركاني رئيس وعمادة الأطباء الجزائريين على كل ما تفضلت به كنت معنا من الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر